اهلا بكم بدأت الجلسة الافتداحية للجولة الرابعة من الحوار السوري السوري في جنيف بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري ووفد معارضة الرياض ووفود معارضة اخرى واكد المبعوث الخاص الامم المتحدة الى سوريا ستيفان ديمستورا ان المجهود الذي ينطلق في جنيف هو فرصة لوضع مسار الحل السياسي للازمة في سوريا مشددا على انه لا ينبغي ان تكون هناك شروط مسبقة للمحادثات واشار ديمستورا الى ان الشعب السوري شعب عريق وبحاجة الى انهاء الازمة الوصول الى مستقبل افضل يستجيب لتطلعاته المشروعة اكد الرئيس الروسي فلادمر بوتن على ضرورة عدم تدخل في الشؤون داخلية السورية من قبل الدول الخارجية وامام مجلس الامن القومي الروسي شاربوتن الى انه هناك في سوريا الاف الارهابيين من روسيا ورابطة الدول المستقلة وهم يمثلون خطرا كبيرا مضيفا ان العسكريين الروس كبدوا الارهابيين خسائر كبيرة ما هي الظروف لمحادثات الحل السياسي للازمة في سوريا وقال الرئيس الروسي ان هدف الوجود العسكري الروسي في سوريا هو الحفاظ على الحكومة الشرعية في البلاد والقضاء على عدوى الارهاب افد مصدر عسكري بتدمير عدد من اعليات نقل الذخيرة لتنظيم جبهة النصر الارهابي في محيط فندق بصر الشام ومقر قيادة بمن فيه في محيط صوامع حبوب غرز بريف درع الشرقي وفي ريف السويداء الشمالي الشرقي دمر الجيش العربي السوري احد مقار تنظيم داعش الارهابي في تل اشيهب الجنبي بمن فيه من ارهابيين وعتاد بينها سيارة مركب عليها رشاش 23 مليمترا وصهريش في خبارنا الاخير شنت قوات الرد السريع وقوات الشرطة الاتحادية العراقية هجوما واسعا وتمكنت من الدخول الى صلاة المطار في الجانب الايمن من مدينة الموصل واشر قائد قوات الشرطة الاتحادية ان قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية استعادت احياء عدة وتواصل التقدم لاستعادة السيطرة على كامل مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الارهابية الى اللقاء